واحد تاني بيبص للمسألة بدل ما يواجه نفسه بيقولك انه فيه سلوس صعب جدا في المنطقة اسمه اسرائيل اه والله تسوروا ان عبدالخالق عبدالله ولا عبدالله عبدالخالق افتكر ان اسرائيل عدو مع ان له عشرات التغريدات ووضع خلفان بيقول بقى البيه العدو الاسرائيلي وايران وتركيا هم معا وسويا خلف الازمات يه 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 خلف الازمات والمشكلات والحرائق المشتعلة في المنطقة الهاتف هذا السلوس الاستيطاني العثماني المذهبي هو اكبر خطر خارجي يواجه الامة العربية ونمئة الالخالي كلهم بطريقة يعمل التفكيك الدولة الوطنية العربية وضعها انا عاوز اسأل يا فين الدولة الوطنية العربية يعني الامارات محمد بن زايد ومين وين خلفان فين الدولة الدولة ابتلعت يا معلم الدول ابتلعة مش عاوز اقول اسماء وناس دول مفيش فيها المعلم وفي معلم مش موجود اصلا ما حطينه في حتة وبيصدر قرارات مش معلم واحد اكثر من معلم بس حلوة العدو الاسرائيلي ليه بقى العدو الاسرائيلي لانه عبدالله بدل ما يتكلم في فضيحة التجسس العدو الاسرائيلي عبدالخالق اللي محمد بن زايد بيتعاقد معاه عشان يتجسس على آل سعود وعلى شيخ تمين وعلى عزيز الخميز ملك وصاحبكم الانتين بتاعكم وعلى غيره دي مش عدو بالنسبة لك مش عدو اول مرة اسمع يا عبدالله انك بتقول على اسرائيل انها عدو لا يا حبيبي انت بتقرأ انجليزي وحلو وبتعرف تكتب بالانجليزي واللي اتنشر عن فضيحة التجسس يجب تقول للمعلم بتاعك بقى عدو من امتى اسرائيل بقى تعادو من امتى من ساعة التجسس ولا من قبل منها ولا من التطبيع في الدرجات والتطبيع في المباريات والتطبيع في البطولات ولا 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 لدرجة ان وزيرة سهيونية بتقول قريبا سنعلن عن فتاح سفارتنا في ابو ظبي يا غبي في ابو ظبي يا غبي فانت هتبيع علينا نحن قصة العدو الشعوب هي العدو الحقيقي للكيان السهيوني وليس الحكام الحكام حبايب بيروحوا يتعلقوا و بيروحوا يصيفوا و بيروحوا يعملوا و بيقابلوا بعضهم وبعضهم يعني من زمان او معلم مش من النهاردة كان بيبيع اسرار العالم العربي باسرائيل قبل حرب سبعة و ستين انت متعرفش ولا ايه متعرفش ايه